تبعت ما قالته الدكتورة مكافي وما جرى معها من قبل الشرطة الأمريكية والتعامل كذلك مع المتضامنين مع غزة في حراك الطلبة أنت تشارك ربما في كل المظاهرات الداعمة لقطاع غزة لفلسطين بشكل عام في بريطانيا لحظنا المظاهرة الأكبر خلال اليومين الماضيين كيف تتعامل الحكومة البريطانية وكيف تنظر إلى هذه المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية أولا دعني أريد أن أعبر عن بالغ تآذري لكل الطلاب ولكل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين يتظاهرون على الإبادة الجماعية التي تحدث من قبل إسرائيل على قطاع غزة والذين يعترضون على كافة السياسات التي تمكن إسرائيل من القيام بهذا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هناك الكثير من مظاهر الدعم هنا في المملكة المتحدة نحن الآن قد قمنا بثلاثة عشر وقفة احتجاجية وقد كانت لدينا وقفة أمس وقد كانت بها مئات الألاف وأيضا قمنا بالتظاهر قد قمنا بمقاطعة بعض الأشياء في مدن كثيرة وقد خرجت مظاهرات ووقفات كثيرة من مدن كثيرة في المملكة المتحدة نحن كانت لدينا أيضا طلاب يقومون بمثل ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية فهم الآن يعيشون في خيام في الحرم الجامعي وأيضا يعترضون على السياسات التي تدعم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولكن إلى الآن لا يمكن أن نقوم بوصف ما حدث أنه من الممكن أن يكون وحشي أو همجي ولكن مع ذلك قد حاولت سلطات الشرطة من قمع هذه المظاهرات ولكن الواقع هو أنه في كل مظاهرة نقوم بها لدينا شباب ولدينا أطفال ولدينا عائلات يتظاهرون معنا ولدينا أيضا آلاف اليهود يتظاهرون معنا كل يوم وهم يتبرؤون من كل ما يحدث من قبل إسرائيل سيد بن جمال نتحدث الآن عن التأثيرات لهذه المظاهرات قلت أنه 13 مظاهرة تم تنظيمها والخروج بها في بريطانيا منذ بداية الحرب هذه ليست المظاهرة الأولى لكن هل من تأثير لهذه المظاهرات على سياسات الحكومة البريطانية تجاه واقع الحرب في قطاع غزة المستمر منذ ستة أشهر ونصف إضافة إلى التأثير في الدعم الاستراتيجي الذي يقدم من بريطانيا إلى إسرائيل دبلوماسيا وعسكريا نحن قد شهدنا بعض التغيرات في السياسات البريطانية ولكن هذا غير كافي والموضوع متعلق بالتصويت أمام مجلس الأمن ولكن هذا ليس كافي وعندما قاموا بالتصويت لم يكن قرار لوقف إطلاق النار الفوري وأيضا نحن نريد أن يتم حل مسألة التمويل المقدم للأونروا وأيضا نريد أن يكون هناك ضغط إيجابي على الحكومة البريطانية من أجل إيقاف الدعم المقدم لإسرائيل وأريد أن أقول أن هذه المظاهرات واحدة من العوامل التي تدفع الحكومة لكي تقوم بالتغيير ولهذا نحن نحاول قدر الإمكان أن ننادي من أجل ترجمة نانسي قنقر